بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداء أما بعد أيها الأحبة في الله وصلنا وإياكم إلى الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية وكما بيّنت في بداية الكلام أن هذه الأحاديث عظيمة هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما والنعمان بن بشير هو وأبوه بشير ابن عمر الأنصاري صحابيان جليلان رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات الجملة الأولى تبين أن ثمة أمور هي حلال بينة وأحل الله البيعة وحرم الربا ففي هذه الآية مثلا بيان أن الربا حرام وأن البيعة حلال بدلالة النص وأن ذلك ظاهر قال وبينهما مشتبهات فقد يكون قسما ثالثا وهي أمور مشتبهة أهي من الحلال أم هي من الحرام ربما أن الرجل الذي ليس عنده بضاعة من العلم إلا قليل لا يعرف ولا يستطيع أن يستدل ولا يستطيع أن يعرف أن ذلك الأمر مشتبه هوه حلال أم حرام ولذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس وفي هذه الجملة أيها الأحبة باعث وبيان فضل العلم إذ أن العالم الذي يتعلم العلم الشرعي يفضل على غيره كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فهنيئا لكم يا من تسمعون هذا الكلام وتحرصون على العلم أن الله جل وعلا أراد بكم خيرا كما قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين بينهما مشتبهات بمعنى أنها تخفى أهي من الحلال أم من الحرام ما الطريقة في ذلك قال الطريقة في ذلك بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لأن أكثر الناس جهال لا يعرفون طريق الاستدلال والترجيح ونوع الأدلة ونوع الاستدلال ففي ذلك ميزة للعلماء الطريقة في ذلك إذا اشتبه عليك أن تتبقي الشبهات أي جعل بينك وبين هذه الشبهات وقاية بتركها فالذي يترك تلك الأمور ما الذي يكون عليه وما التبع التي تكون عليه فقال فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه بمعنى أنه لم يقع في الحرام وكان صافيا وكان نقيا من ذلك الحرام واستبرأ لعرضه لأنه لا يتكلم فيه الناس لأن الناس إذا رأوا فلان يفعل فعلا من الأفاعيل وهي يعرفون أنها مشتبهة وربما أن بعض العلماء قال عنه حرام قال انظروا إلى فلان يعملها وربما أنهم تكلموا في عرضه وتكلموا في سيرته بالسوء فالذي يترك تلك الأمور المشتبهات قد استفاد من الفوائد فائدتين الفائدة الأولى أنه استبرأ لدينه من الوقوع في الحرام والأمر الثاني أنه استبرأ لعرضه حتى لا يتكلم فيه الناس قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إذ أنه إذا وقع في هذه الشبهة ربما أنه تساهل وقال أن ما دام أن المسألة فيها خلاف فلا بأس فشيئا فشيئا حتى يتساهل ويقع في الأمور المحرفة المحرمة وهذه من الآفات الموجودة في الناس اليوم أنهم يتساهلون في بعض الأقوال ويأخذون الدين مما هب ودب والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم ولذلك الإنسان بطبيعة الحال إذا أراد أن يمر عن طريق لا يدري هل هو آمن أو خال من قطع الطرق ومن السباع أم لا فإنه يتجنبه لماذا لأنه مشتبه ربما يكون به هلاك وربما يكون فيه السباع وقطع طريق فالدين من باب أولى وأعظم أن المسلم يستبرئ لدينه وفي ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الورع والاحتياط وأن الإنسان يحسن به أن يأخذ بالورع والاحتياط لأن ذلك أسلم له أبعد من الزلل ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال وكما قيل بالمثال يتضح مقال وهذا أسلوب دعوي منه عليه الصلاة والسلام وضرب مثالا مما يكون بين العرب حتى يكون ذلك واضحا قال كالراعي يرعى حول الحما والحما الشيء الممنوع يسمى حما وكان من عدات العرب إذا أخصب موضع من الأرض أنهم يحمون هذا المرعى فلا يقربه أحد ليختصوا به ليكون لمواشيهم فإذا جاء من يرعى غنمه بقربه فإنه ربما لا يستطيع أن يمنع انفلات بعض غنمه إلى ذلك الحما فربما انفلتت واحدة إلى حما ذلك الملك الملك وإذا ذلك الملك وقع في حما ذلك الرجل فالحاذق الذي يحمي نفسه من الوقوع في الأمور المحرمة فلا يقربها كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فكما أن هذا الرعي قد لا يملك منع غنمه من الانفلات والوقوع في الحما فإن الإنسان ربما أنه لا يملك منع نفسه من الوقوع في الحرام إذا تلبس بالشبهات فهذا مثال واضح محسوس يدل على وجوب اجتناع الشبهات لألا يقع الإنسان في الحرام ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عظيمة بعد أن ذرك أن ذكر هذا الكلام هذا المثال قال ألا وإن في الجسد مضى إذا صلح الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المقصود أن القلب هذا القطعة الصغيرة التي في داخلك إذا كانت صالحة وكانت متعلقة وكانت صفية نقية بثبات الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وتقول عائشة أنت يا رسول الله قال وما يؤمنني والقلوب بين أصبعيني من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه فالامتثال في الظاهر دليل على استقامة الباطن فاستقامة الباطن واستقامة القلب على طاعة الله يمنع تلك الجوارح من الوقوع في المحرمات من نظر محرم أو استماع محرم كل ذلك مما يفسد القلب ويجر عليه الويلات فعلينا أيها الأحبة أن نأخذ بهذه الوصايا العظيمة التي جمعت بين قلة المباني وكثرة المعاني وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم إلى محمد شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة